تعودنا معكم في كل يوم خميس أن نقدم لكم قصة نجاح أردنية وقصتنا اليوم في مجال عالم الأزياء سنتعرف على قصة نجاح المصممة زينة علي التي مزجت بين الهندسة وتصميم الأزياء واستوحت تشكيلاتها المختارة من المرأة زينة شاركت في أسبوع الموضة في دبي لتبرز وتكون علامة في عالم صناعة الأزياء في العالم العربي نتابع بلشت من عمر 9 سنين كان في عنا كتير مجلات بالبيت فيها ديزاينات أزياء بلشت أشوفهم أرسم مثلهم أحاول أطلع على الألوان على التصميم هون بلشت القصة شوي شوي بلشت أروح مع ماما مع محلات القماش رجعت على البيت بلشنا نمسك أوعينا ونقصص أوعينا ونخيط للألعاب لحد ما وصلت لعمر 17 سنة كان أول فسطان لألي بعمله بالنبس يعني أول أشخاص قدموا لي دعم الوالد والوالدة كان في صراع أني بدي أدرس تصميم أزياء لما دخلت على الجرامعة وكان الصراع أنه ما في تصميم أزياء بالأردن إذا بدي أوصف قصتي بكلمة أو كلمتين بوصفها بيقين أو إيمان أخدت القرار بإني أشارك بأسبوع الموضة بدبي بعد كم ساعة أبلشت أكتب الإيميل وأبعت لهم إياه أنه خلص أنا أشاركي أكيد الكنتراكت من وقع وننرجع عمان بشاركتي بنفس أسبوع الموضة لأصده كتير عالي نظرات الناس، حكي الناس الفيدباك من الناس في واحدة من الشخصيات اللي كانت موجودة بالتيم اسمها رابيا زي هي من أول المصممات المحجربات بالعالم العربي الإسلامي كانت من الأشخاص اللي أثروا علي وكنت بحلم أني أقبلها لما شفت أول إيميل منها نصدمت أنه رابيا زي الكرياتيف دايركتر للأفنت كله اللي رح تكون مسؤولة عنها أو عن ديزاينرز كلهم بطريقة مباشرة قبل ما أطلع على الستيج مع العارضات بلشت تدمق أو شفت نظرات قدهي فخورة هنا كان أول أول شعور بيجيني قدهي اللي عم بيعمله صح شعوري كمصممة أردنية عم تطلع على الستيج بعرض الختام كان كتير شعور فخر اللي بميز تصميم زينا علي أني بستوحي التصاميم من المرأة للمرأة بستوحي من قصصهم من تجاربهم من مشاعرهم اللي بيمرؤوا فيها أنه إحنا مش بستصميم أزياء إحنا في رسالة كتير مهمة وبتحكي عن قضية من قضايا المرأة بكل مجموعة إن شاء الله بدي أوصل لمصنع يدم على الأقل مئة سيدة كبداية من المواقف اللي مرأت علي حسستني أني أنا بني آدمي ناجحة وشخص ناجح بهذا المجتمع لما كنت أشوف كل مجموعة قادة عم تخلص قبل ما تطلع على السوق مجرد ما يتنفذوا القطاع خلص أنا بعرف هنا أني أنا نجحت أنا زينا علي آمنوا بحالكم ألبسوا قصتكم